أرحب بضيفي من بغداد الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية سيد معن الجبوري سيد الجبوري أهلا بك معنا على سكاين نيوز العربية في هذه الساعة ومحمد شيعة السوداني رسميا الآن هو رئيس الوزراء المكلف في العراق من رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد عودة حزب الدعوة لقيادة المشهد في العراق سنتحدث عنها ولكن أولا الجميع الآن يسأل عن موقف الكتلة الصدرية موقف السيد مقتضى الصدر تحديدا برأيك هل سينجح السوداني في الحصول على موافقة الصدر أم أن سنعود إلى سيناريو المواجهة السياسية عبر الشارع يصعد مساكس التسابيع أهلا بك واضح أن المحددات الدستورية بدأت في العراق وهناك الإحاطة التي قدمتها قبل أيام السيدة بلاسخرت كانت رسالة واضحة لوحت بالعصى الغليظة إلى القوى السياسية في العراق وصدر تحذير شديد اللهجة في أن تمضي هذه القوى قدما في تحقيق تشكيل الحكومة وكان ما كان عقد البرلمان أول من أمس واليوم تم انتخاب السيد عبداللطيف رشيد بأريحية كما شاهدنا نتيجة التوافقات ومن ثم كلف السيد محمد الشيع السوداني القريب من السيد المالكي ومن مدرسة حزب الدعوة كما هو معلوم عليه السيد الصدر حتى اللحظة لم يبدي أي ردة فعل هو بصراحة جملة الأخطاء الستراتيجية استطيع أن أقولها التي ارتكبها التيار الصدري بانسحاب أكبر كتلة لديه في البرلمان ومنحها هدية إلى الخصم إلى الإطار التنسيقي هنا المعادلة أصبحت ليس فقط خروج 73 إنما أصبحت بلاس مينس 73 خصم خرج ودخل إلى الإطار 73 صديق فهذا غير المشهد بشكل كبير السيد الصدر كان معتمدا على جماهيريته وهذه حقيقة هي ورقة قوية ونافعة ولكن الآن هذه الإجراءات الدستورية لا يمتلك التيار الصدري حجة في معارضتها ولكنه يمتلك مفتاح الشارع وحتى عند خروجه من البرلمان قال لكم البرلمان ولنا الشارع المعارضة الشعبية الآن هل يمكن أن تأخذ الأمور إلى سيناريو المواجهة المحتدمة هذه المرة بدخول التشرينيين الذين هم بالأساس طالبوا بهذه الانتخابات لتغيير التوازنات القادمة أو هذا النظام السياسي لم ينجحوا في ذلك بل أن حزب الدعوة اليوم يعود لقيادة العراق مجددا ما هي السيناريوهات المقبلة بالنسبة للعراق؟ نعم سؤال فاخم حقيقة وهو خلاصة المتوقع متوقع أنه سيتم إرضاء السيد الصدر لا يمكن لهذه الحكومة أن تمضي قدما هم يعلمون جيدا بأن الشارع بأمرة السيد الصدر ويمتلك جماهيرية ولديه جمهور منضبط جدا يعني إذا ما في تغريدة واحدة يستطيع أن يغير المشهد على الواقع وهذا حدث قبل بضعة أسابيع عشناها معا عليه بصراحة سيتم ترضيته في الوزارات التي يرغب بها يعني سيتم التفاوض معهم وطرح برنامجهم على السيد الصدر ويخضع لتعديلاته وأي شخص سيتم ترشيحه للوزارة سيتم عرضه على السيد الصدر تتم وافقته إذا هذا المشهد لم يقنع السيد الصدر حتما لا يملك إلا ورقة الشارع يعني هذا الأمر لا يمكن أن يقبل به ويستسلم بهذه السهولة بصراحة وهو يمتلك أقوى ورقة كما تفضلت ست سابيع في جعبته يستطيع أن يلعب بها وطبعا أيضا وفق القوانين الدستورية ممكن أن يذبوا إلى الاعتصام المدني حتى إذا ما المظاهرات لم تأتي كلها على هذا الأساس هناك كل شيء مرحة حتى اليوم لم يمر بسلام يعني هناك مجموعة رشقة من الصواريخ إلى المنطقة في أثناء عقد جلسة البرلمان تسعة صواريخ عشوائية حتى كانت معظمها يعني خارج مدايات البرلمان والمنطقة الخضراء إذن الأمور لا تزال يعني غير مستتبة وكل شيء يعتمد على قناعة الصدر وجمهوره في قبول ترشيح السوداني من جهة وفي إرضائه في الوزارات التي يرغب بها من جهة أخرى يعني نحاول فك تلاصم المشهد العراقي معك سيد معا لأنه كلما فهمنا جزئية منها عدد الأوراق للاختلاط والتشابك الآن هل نتحدث عن رئيس جمهورية لما تبقى من عمر هذه الحكومة ثلاث سنوات قادمة أم أنه سيكون رئيس الجمهورية لعام ونصف وانتخابات مبكرة بالعام 2024 هذا يعتمد حقيقة على المعطيات التي ستتم بتشكيل الحكومة يعني لا أعتقد ست سابيع الآن ستكون حكومة تستطيع أن تنضي أربع سنوات وفق هذه الحالة التي نعيشها يعني منذ عقدين من الزمن هناك فساد كبير هناك انعدام في الخدمات هناك تظاهرات واعتصامات قوية للجمهور الشارع العراقي لا يمكن أن يخضع الجمهور بسهولة إلى بقاء الوضع على ما هو عليه يعني تم تدوير نفس الوجوه عادة التشكيلة يعني الأحزاب نفسها بزعامة حزب الدعوة والأحزاب المنظوية معهم السياسيين نفسهم الذين تبوأوا المشهد منذ عام 2003 حتى اللحظة فأعتقد أن الأمر معقد أن تستمر هذه الحكومات خصوصا هذه الحكومة لمدة أربع سنوات والعطاء نفسها والإدارة نفسها لا يوجد حتى الآن أيضا برنامج حكومة عضية هذه الحكومة ضاع في الانتظار والمراوحة السياسية على كل من بغداد الباحث في الشؤون السياسية والستراتيجية سيد معن الجبوري شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات ترجمة نانسي قنقر